السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب الصفاء الثالث المتوسط وياكم الأستاذ محمد النوفلي اليوم سنشرح لكم كل تعاريف اليونت الثاني دفع 2024 ركز يمني حط دفترك وقلمك وتعال خلينا نحفظ أثناء المحاضرة يلا يا بطل يقول هنا السؤال بالامتحان راح يجيك تعريف ايه هذا التعريف راح يجيب لك يا ويريد من عندك انت تكتب ايه هذا الجواب يعني ما راح يجيك السؤال عرف مثل التاريخ والجغرافيا تعال عرف لي هذا مو منطقة لا بالانجليزي يجيب لك هو التعريف ويريدك تكتب انت الفراغ يعني مو يجيب لك الفراغ ويريدك تكتب يعني وكأنها مثل الفراغات فهو شي يقول لك سؤال يقول لك شخص ما يعمل في المكتب انت تقول له شنوى كاتب مكتب كاتب يقول لك شخص ما مشهور فيمص هو راح يجيب لك الجواب وانت لازم تكتب الفراغ مرات يسهلونها شلون يعني هسا مو هذني هنا يجيب لك ياهنا بخربطات فوق وانت تعال لازم تحط كل تعريف وقدامك كلمته انا بس هلا بعد اذا هو جاب لي اياه بس انا لاحظت بالامتحان الوزاري دائما يجيبونها مثل ما هي يعني يجيب لك ياه الكلمة ها تعالي ويريدك انت تكتب هذا فراغ فضروري جدا تحفظ هذا الموضوع سؤال بالامتحان شلون تعرفه definitions definitions يلا خلينا نحفظ هاي الكلمة عمود ما نخربط السؤال definitions definition دي نفيج دي بعدين fin دي fin ha de fin ischen ischins de fin ischins de fin ischins يلا وجاء يا ابتال de fin ischins 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 هاي هي صيغة السؤال بالامتحان definitions de fin ischins تعاريف هسا تعالوا خلونا نخفظ السؤال الاول ما هذا موجود في صفحة 36 طلاب اللي عندهم اللي يقرونوا يايا يعني طلاب الخارجي او الانتساب اذا اكون تساب ثالث متوسط ما ادري اذا اكو او ما اكو او طلاب المدرسة انا احكي الرقم الصفح اذا انت عندك ملزمتي وراح تشتري ملزمتي ما يحتاج رقم صفحة وكذا انا احاط لكل شي كامل هنا اذا انت تقرأ ويايا على الكتاب وتحب يطلعهم بالكتاب موجودات صفحة 36 هذا تمري يلا ويايا يقول هنا someone who works in an office شخصا ما في المكتب راح ا اقول له كلرك كاتب احنا نحفر مفتاح الحل مفتاح الحل works in office يعمل في المكتب works in office military يلا ويايا works in office يعمل في المكتب works in office عيدوا ويايا works in office يعمل في المكتب شن اسمها يعمل في المكتب يعمل في المكتب يعمل في المكتب راح اقل له نعيده مرة اخيرة يعمل في المكتب يعمل في المكتب راح اقل له وقف في الفيديو واكتب ليها عشر مرات خمسة عشر مرة يعمل في المكتب بالانجليزي وبالعربي على متحفظها يلا وياي كيف لا يلفظ معروف راح اقل له مشهور طيب طيب و display exhibit display exhibit display exhibit display هاي تلعظم exhibit exhibit display exhibit display راح اقل له شو برنامج exhibit display exhibit display exhibit شو معناها برنامج محمد شو يعني برنامج محمد جبار شو يعني برنامج جبار شو يعني برنامج فهو هنا لما يجيب لي سؤال تو كذا انا اركز من اشوف كلمة exhibit واشوف display راح اقل له جواب بالامتحان شو كلمة شو تنكتب شو معناها برنامج شو برنامج شو برنامج شو برنامج دي كلش سهلة من اشوف business man يعني واحد بشارع يقول ياعم انت صاير business man انت صاير رجل اعمال مو ومني فلوس business money يعني يعني معناها فلوس العمل فلوس شغل فلوس وشغل اذا معناها شنوى profit ربح اذا من اشوف business money راح اقل لاني profit معناها ربح profit معناها ربح business money business money business money business money profit ربح business money profit ربح business money profit ربح ربح لبعدها من اشوف assignment راح اقل ل opinion رأي هالكلمة شوية لنحفظها assignment شو نحفظها بداية اقول اس تمام اس اس اسس 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 بعدين اخر شيء اكون منت اذا اس 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 اسس منت اسس منت اذا بالبداية بحط اس بعدين اس منت اسس 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 منت رح اقل له opinion قطعها إلى مقاطع تقيم رأي الآن عندما أقول أنني رأيي بطلاب الثالث المتوسط أبطال هذا ما اسمه هذا تقييم أنا قاعد أقيمكم قاعد أعطيكم رأي فإذاً تقييم رأي عندما نرى كلمة assessment سأقول له opinion تقييم شيئ ما معناها opinion رأي نعيد مرة أخيرة assessment opinion رأي assessment opinion حفظات؟ يلا وقف الفيديو وكتب لي آها assessment opinion 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 assessment opinion assessment opinion assessment opinion اللي بعدها لأخيرة يقول person in film person يعني شخص person شخص فيلم يعني فيلم نفسه من أشوف person in film يعني شخص بالمسرحية شخص بالفيلم هذا ما يسمونه character وهي موجودة يجو سامعينها بعضكم يقولك والله هذا character مال تحلوة يعني شخصية تحلوة شخصية يعني character معناها شخصية فperson in film يعني شخص بالفيلم رح أقول له character شون نحفظ كلمة character قطعها إلى مقاطع بالبداية أقول car car بعدين شو أقول اكتر اكت والنوب الأخير car اكتر كار اكتر كار اكتر كار اكتر بالبداية شو عندنا ايه هنا person in film شو نخص بالفيلم أقول له car اكتر person in a film شيخص بالفيلم أقل له rot character شخصية car شخصية حجونا هذا تمريم لابا التمرين الثاني التمرين الثاني عيدها مرة أخيرة سكيري بوك كتاب مخيف هورر رعب اللي بعدها من أشوف هنا بالجملة عندي رأيك وحقائق الرأي والحقائق هو شنو هو عبارة عن ريفيو مراجعة تبهزين يفضلها كلها على مويد ما تخربط رأي وحقيقة رأي وحقيقة رأي وحقيقة بشأن كتاب أو فيلم أو مسرحية يعني معناها أنا لما أنت رأي بحقيقة معينة هاي يستسموها بالانجليزي ريفيو مراجعة إذن من أشوف في الامتحان راح أقل له ريفيو مراجعة شون نحفظها؟ ري بعدين فيو ريفيو قطعها لثلاثة أحسن ري اف وبعدين يو ريفيو ريفيو your opinion and facts review ومراجعة ستة هاي جاي وزاري اكثر من مرة يقول activities like running نشاطات مثل الرقب شي يسمونها؟ يسمونها sports رياضات وانا عروفة اكواحد ما يعرف sports رياضات اذا من اشوف كلمة activities like running activities like running نشاطات مثل الرقب activities like running activities like running نشاطات مثل الرقب راح اقل له sports رياضات يقول always having silly accidents من اشوف حوادث سخيفة silly accidents راح اقول clumsy مشاغب clumsy معنى مشاغب clumsy إذن silly accidents scaly accidents silly accidents صواحهم هوادث سخيفة silly accidents هوادث سخيفة silly accidents pixels حوادث سخيفة silly accidents حوادث سخيفة silly accidents حوادث سخيفة تعمل عنف ن peer نبدأ اكل بعدين اكل اكل ام وبعدين اكل سي clumsy clumsy كلام سي كلام سي كلام سي إلينا ينتهي هذا موضوعنا أخوان هذه جدا مهمة أريدها تنحفظ مثل اسمك رح يكون عندك به الامتحان صيغة السؤال بالامتحان دفنيشنز هاي التعرفة به هذني جنك يا هذا رح يجيك فراغ معك وانت اللي لازم تكتبه انت اللي لازم تكتبه زين تركزد عليهم زين وان شاء الله محاضرتنا سيكون عندنا به الامتحان على تليغرام شوكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته